بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نسجل مع بعض محاضرة برو اوبرتف اند بوست اوبرتف كير. يعني الرعاية اللي احنا مفروض نقدمها للاطفال دول بري اوبرتف قبل العمليات وبعد العمليات. جول اوف بري اوبرتف كير. هدفنا من القصة دي ايه? ان احنا لو فيه اكتف ميديكال ايشوز. بنحاول نعملها يعني لو العين ده عنده كنديشن معين. مرض او عيب خلقي او اي حاجة مفروض نعمل لها من خلال ان احنا بنعمل يعني بنفحص العيان من ساسه والراسه. من ويت وبلد بريشر واكسجين ساتوريشن واليرجيس كاردياك ورسبيراتري وميديكيشن وهكذا. بكل حاجة بنضور العيان اللي يهمنا في سواء او بست اوبرتف لان ممكن نحصل مشاكل واحنا ما خدناش بالنا من القصة دي. اكتر حاجة بتهمنا بالعينين اللي احنا بنعملهم عمليات مع التغدير وكده. عشان الانستيزيا. يهمنا لو العين ده عنده برونكيا الازمة مسلا لازم ياخد قبلها يتكون متحضر كويس بياخد برونكو دايليتورز استيرويدز لو محتاج انتيبيوتكس. وده كل ما نخلانا احنا بنعرض لعين ده لحد بتاع شيست دكتور يكتب له او دكتور اطفال بتاعه يكتب له ويزبط له القصة دي. كمان حاجة مهمة الموضوع الرسبيراتري سيسم ده لو عنده سنان مخالخالة او يعني الطرية ممكن تقع سايبة ممكن نعملها يستحسن منها الريموفل. انها لو فضلت ممكن واحدة ما دي تسيب وتزاحل اتخش في الاروي وتطبع انت دكتور تغدير مش ياخد باله منها. ثم دي تعمل له بعد كده ايه? وتعمل له. فدي حاجة مهمة جدا دكتور التغدير هو يبص عليه. بده قبل ما ينايمه كده بيتطمى ان يكون في حاجة لوس او كده. برضو او بتاعته العين ده عنده مسلا. هو العين عارف اهلو عارفين يعني او كده. او واحد بنكشف عليه نشوف. بذات له عليه ميرمرز او حاجة. الميرمرز دي يعني اه حط نسمع بالسماع على قلب العيان كده نسمع بمشي الاصوات الطبيعية اللي لاقي فيها لغبطة في لغط. فتلاقي في صوت مختلف عن الطبيعي. طب ده فايدوته ايه? طب عنده وظيفة القلب عنده هتبقى مختلة شوية ده يأفكت بعد كده الاناسيزيا وال والاكسوجين والكصص دي. زائد ان العين ده لكلهم حتى لو مش هيأفكت كده. لو عنده مسلا في الجسمة او عنده في الهارت نفسه ممكن يبعرض اكتر يجيلو حاجة اسمها انفكتف اندوكارديتس. اللي احنا بنعمل له جرح في الجراحة فممكن ده ارجانيزم الكومنسرز اللي على الجلد يخش يمشي في الدم شوية. يحصل شوية بكتراميا او حاجة. ده ممكن يروح في الاخر يستقر على الحتة اللي فيها الانومالي او الفلف البايز او القصة اللي عنده يتعبانة في القلب دي فتعمل له حاجة اسمها حاجة انفكتف اندوكارديتس. يعني البكتيريا دي نفسها هتبقى مع الششعة في القلب بتاعه. دي حاجة ممكن تكون فيتل. فدي حاجة مهمة جدا. الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها جيرد. جيرد جيرد دي. جيرد دي ايه اه بتهمنا ان الحاجة اسمها هي اختصار لكلمة جاسترو اصفجيل رفلاكس ديزيز. جاسترو اصفجيل ايه? رفلاكس ديزيز. يعني بكون هيحصل ارتجاع ما بين المعدة والمريء. الحمض بتاع المعدة يطلع في المريء. السمتومس دي في الاطفال من لي. الرفلاكس ده بيقى قوي لدرجة ان هو بيطلع فوق خلص احد كله يوم داخل في يعملو. يعني الطفل ده ممكن ميبقاش عايف يقول انه عنده حرقان على اسدرو. او عنده مشاكل في كده. لكن يقدر يقول ان هو بيكوح او كل شوية عمال يجلو ازمة وويز ونيمونيا وحدودة كده. اما متشخص على هذا ان هو يبقى ايه? آآ يبقى عنده هو في الاصل عنده جيرد. مش موجود مش قصة خالص. يعني عنده الرفلاكس. او ده هو اللي عمله ايه؟ برضو من القصص المهمة برضو طفل التخين ده. طفل التخين ده دي في حد ذات هتعملنا او سواء كانت طفل او كبير تتبع لها تلاقي طول ما هو نايم من تخل بتاعه البرشار بالفطن وكده هتلاقي بتاعه مش مزبوط. فهو نايم تلاقي نفسه حتى بفيه انترابشن كده كله شوية. حاجة اسمها ايه ايه? هايبوكسيا. هايبوكسيا في الدم من القصص انه مش قادر ياخد نفسه كويس. والبوص اوبرا في كومبليكيشن طبعا في جيني النقص في الدم ده باستمرار يعمل لي كومبليكيشن ما يعادرش يخف كويس. وعرضة يجيلي واندينفكشن. وممكن كمان يحصل لهم دي في تي. دي في تي. برضو من الهايبوكسيا ومن البرشار العالي جواباطنه على يعمل لي بي نصر برشار يبقى اعلى وكده. الديابيتس ميليتيس برض دوت من الحاجات المهمة جدا اللي احنا مفروض نخبالنا فيها بالنسبة للطفل. او بالنسبة اي حد عملية. ولو شوية الاعتبارات كده هنتكلم عليه. يعني عندنا مثلا قصة ان تبقى عالية جدا في العيان الديابيتك مش الديابيتك. عشان كده بقى يستحسن العينين دول مش عنده عملية ما يفعش دخله على طول كده الا لو كان حاجة امرجنسي. فهو عن ديابيتك وحاجة الاكتف لابد بنعمله على شوية. يوصل مفروض يعني بتاع الجلوكوز عنده نورمال. كلمة عن نورمال. خلاص? العينين دول لهم برضو بعض الاعتبارات بتاعتهم هو مززبط لكن هو لازم يدخله العمليات يخش هو لازم يخش بدري. لان العينين دول ما نفعش ينسيبه صايم مدة طويلة يخش مننا في هايبو جليسيمي ودي برضو ريسكي. ده احنا عايزون يبقى هايبو جليسيميك ولا يبقى هايبو جليسيميك. فده العين ده ديابيتك اللي هو الاوريان يخش اول حالة الصبح. طيب العينين دول نقول لهم ياخد علاجهم ولا ما ياخدهوش بتاع اليوم يعني هو هو ديابيتك وبيمشي كل يوم على العلاج. طيب يوم العملية ده هياخد جرعة الانسولين بداعة الصبح مسلا ولا مش هياخدها. لا نقول له ما ياخدهاش. لان هو العين جاي صايم ولو اخد بتاع 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 الانسولين او بتاعه يجيله ايه? يجيله ممكن يخش مننا في هايبو جليسيميك ودي حاجة عشان كده نقول له ما تاخدهاش واحنا بري اوبراتف وانت الابراتف بنعمل له آآ كده على عشان نشوف هل هو محتاج جلوكوز هل هو محتاج انسولين كده. والعينين دول كمان الصبح اللي بنعملهم يورين كيتونز. نشوف الكيتون بوضيز او الكيتونز اللي فعل باليورين لو لقناها موجودة بالعندة ده ممكن يكون هيخش بكيتو اسيدوزز ده كانسل زا اوبريشا. يبقى سكيديولد في مرة تانية ويكون مزبط احسن من كده. يعني في حاجة سيرويد كلنا عارفين دي حاجة موجودة في الرقبة آآ آآ انقوم بالنسبة للاطفال اللي مشاكل فيها. لكن هو لو مشكلة المشكلة تتمثل في اما بتاعتها بيضة سواء عالية او قليلة تبقى وده او ده لازم يتزبط ما ينفعش يعني يجي من برا كده وهو عنده مشكلة ويخش بيها لازم يتزبط الاول. واو في حد ذاته في النك ده ممكن يقعون على على وده ما ينفعش برضو يخش عملية كده طول ما هو ايه آآ ريسكي. لازم الدكتور التغذير بعمل له هل ده عادي بالنسبة له هل فيش معانا يخعملها في الاول او احتياطات او كده. لا يعني حاجة انا خبنا فيها في الاعتبار. كورتيكو السيرويد. احنا عارفين طبعا كورتيكو السيرويد هي هيرمونات والهيرمونات دي في منها آآ يعني الجسم طبعا بيفرزها جوه ولكن في ادوية آآ فيها كورتيزون. ففي عينين كرونيك بيشانت كده ما يشين على كورتيزون بالسمرار. آآ طب العين الزي ده ده كده عادي عنده مشكلة عنده فتح عنده اي حاجة عايز يعمل لها عملية. هو انا عارف اللي بياخد كورتيزون سواء بياخده مثلا البرونكيا الازمة او اي حاجة تانية. بياخد كورتيزون مش عليه كورونيك. العينين دول. كده عادي? لا مش عادي. لان العين ده اللي عنده في الجسم طبعا قليلة لانه هو معتمد على آآ استيرويد. بياخد ادوية مبرة فتلاها عنده الايه? الادرينا الجلاندي بتاعته بيطلع استيرويد قليلة. والاستيرويد دي في حد ذاتها هي هورمون اوف استرس. والعملية اللي احنا نعملها له نفسها استرس. والدزيز اللي عنده ممكن يكون هو نفسه استرسفول. فنازم اخد في الاعتبار ان الان ده بيتعرض للستيرس من غير ما يكون محصن بالاستيرويد دي بتاعتي. يعني هو ان كان ماشي على معينة فهو ممكن يكون محتاج ازياد منها في وقت الاستيرس ده. فانا يعني ممكن يعني ما اقدرش اقول وقف الاستيرويد اللي هو بياخدها لانه لو هو وخدها على بال مجسمه يفوق ويطلع على الاستيرويد ده هيكون اتأخر. كأن العين بعد دخله في استيرس من غير ما يكون عنده السلاح بتاع الاستيرويد بتاعه. فلابد نعمل له مانداتوري نعمل بالاستيرويد دي. يعني ده انه مستمر عليها بل ممكن كمان للدكتور اللي هو كاتب له الاستيرويد دي ممكن خليه يزود الجرعات لو احتاج او كده على حسب الحالة اللي هو عنده بياخد مسلا ده الازمة ممكن بيكون بياخد الاستيرويد دي مسلا عشان اي سبب تاني. يعني فلازم ناخد في الاعتبار ان الاستيرويد دي مهمة. ودخلنا كمان في تاني ان الاستيرويد نفسها بتأذى فانا بيكون عندي شوية احتياطات كده ان انا مسلا بتفاهم مع الدكتور اللي كاتب له الاستيرويد دي تخصص ده اقول له مسلا ده انا عايز استيرويد لو هتدهاله لازم ياخدها لكن لو في حاجة مور على الباصولوج اللي عنده ما تبقاش بحيس انها بتأملي بتاعي يبقى احسن. لو انا مش حق ما فيش حاجة كده وده هتأفكت ممكن نعمله تفاهم كده نحن ايه يعني ممكن نأجله شوية تلات اربعة ياملوا اولين بس اشار بس بالعموم العينين دول ما ما ينفعش اعراضهم نستيرويد دي بتبقى بالنقاش بين الجراحة وبين الدكتور الباطني بحيس ان هو يوصله صيغا اللي عنده ما يندرش او يخش في حاجة ايه هرمون الفيليار. بعد كده في عندنا الانيميا 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 اللي كلنا عارفين عن الانيميا الانيميا اللي هو نقص في الدم او ولها اسباب كتيرة الانيميا مهمة جدا في الاخر ان الدم ده بيلف ويروح وييجي والهموغلوبين اللي جواه ده عشان يشيل الاكسوجين. بيشيله من الرئياتين وعشان نوزعهم في كل الخلايا لها معاية من الاكسوجين. لما تاخد كفايتها عشان تقدر تقضي وظيفتها. لو ده ما حصلش. هيحصل على مستوى الخلايا. يبقى ده ممكن في الاخر يوصل للمشاكل. الخلايا مش قادرة تقول بوظيفتها لحد ما توصل لفلير. فاعتبارا الانيميا دي حاجة مهمة. دي حاجة بتمثل عموم الجسم كله. بس بنعتبر برضه في اول ستة شهور طفل في اول ستة شهور من عمره عنده حاجة اسمها فيسيولوجيكا الانيميا. انها مجلوبين وتضيع بيئة الساعة العاشرة. لو في طفل مثلا مجلود وعنده او عنده اي حاجة تحتاج فانا لو هم جلوبينو تسعة عشرة ده بالنسبة لي مش حاجة اه مشكلة كبيرة. اه ده في اول ستة شهور. الانيميا دي هي زي ما قلت بتتلخص نها نقص الاكسجين كارين كاباسي. ده اكسجين كارين كاباسي ده او لا مبقاش كفاية بالنسبة للسيلس. فالجسم بيعوز ينقل دم اكتر او الاكسجين اكتر. فده يعمل كاردياك اوضو زيادة. القلب يعمل ليشتغل بسرعة اكتر. لحد ما توصل بعض الناس الانيميا تتمل الانيميك في ان القلب بيدخ بزيادة ومعدل اكتر عشان يعوض نقص في قدرته. قدرة الدم على نقص على الاكسجين. المحاصلة النهائية لعين لو فضل كده انيميك ومش الجسم مش عارف يا طبية اتاقلم مع الوضع ده بيحصل لي افكت الوند هي لانك ده الحتة اللي تخصنا في الجراحة هنعمل له جرح فعايزه يخف فمسببش يخف كويس. واي انيميا في المجلوبين اقل من سبع ده بيحتاج بلات ترانس كيوشن. يعني لو كمان ده لو داخل عملية بلاضي او حاجة لازم ايه اعمل حساب ينكون لعين ده متجهز زم او كده. خلاص. لو حاجة اللي عم بيتستنى شوية يتحضر ياخد حاجات يصلح سبب الانيميا اللي عنده ايه? واللي ياخد حاجات الحد ما يتزبط. لو حاجة امرجنسي بنعمل له ايه? بنجيب بلات رانس كيوشن يجهزه وكلام من ده. من ضمن انواع الانيميا في حاجة اسمها سيكل سيل اناميا. سيكل الانيميا المنجلية. بتبقى زي ما احنا شايفين في الصورة كده. المفروض المنظر العادي اللي هو ده تكون هي ديسك كده عامل زي ديسك وبايكون كيف يعني مقعارة من ناحية تين. دي الصورة المصلة والليها انها منكم بتتنى وتتطبق وكده بحس انها تقدر تخش في وكده. لكن بعض الناس هو مولود الهمجلوبين بتاعته شكلها كده منجلي بيتحول لشكل منجلي ده بالذات مع مع الهايبوكسيا والاسيدوزيس والهايبوسيرميا والديهايدريشن هي شكلها منجلي كده لكن بيحاجة اسمها سيكلينج بقى يلزاقوا في بعض. الهمجلوبين اللي شكله متغير ده بيخد لخليها شكلها متغير وكمان عندها قدرة انها تبقى لازجة وتلزاق الخليات تلزاق في بعضها يعمل حاجة اسمها سيكلينج. لما يلزاقوا في بعض اول حاجة بيسدوا اللي هما ماشيين جواه. بدلا ما هما ماشيين كفلو كده منساب جوة. يبتدوا يعملوا كتل ويعملوا اكناس رومبس. يمقافلين بلوت فيزز. وبعد شوية الخليات دي نفسها من ما تلزاق في بعضها كده بتتكسر. يحصل له يبقى يعني عندنا فيه وفيه يعني مثلا لو دي. اه لو دي خلق القراء دي ماشي في قلب شوريان اللي رايح للاسبيلين مثلا. فهي جات اما تمتكتلة في بعضها العين ده اتعرض لهايبوكسيا نقص اكسوجين او اسيدوزيس هي حمودة في الدم او 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 ده اي دريشن كل ده انا حوية اريد ان يحصل للعين اندر اناسيزيا لو بتاع الايه لو اللي نايم فيها مش كويسة او للدكتور التخدير مش يخبره منه كويس او كده. خلاص? فممكن انا هو اندر اناسيزيا يحصل له ده من اللي عنده مش مظبوط حلو. طب لو حصل له مثلا انا كمسال قلنا الخلاء دي ماشى في خلاص تكتلت على معضها فقفل تتدمع عن الاسبيلين. الاسبيلين يموت. او اي ارجان وقفل تتدمع عن حتة راحل الانتسسن. حتة راحلها بتقفل على هذي تموت. وهكذا اي مكان بقى على حسب مكانه في البرين في الهارت في اي مكان. زي بعد شوية الخلاءة اللي تلزف بعضها تلكسر. فلما تتكسر هي العين يخش في اناميا. ومخلفات الخلاءة الكسرة دين كان بقى الحديد والهومجلوب انه يخرج في قلب اليورن ممكن هو نفسه الهومجلوب ان الحاجات دي هي المتكسرة والحديد يترصف في التشوز والهومجلوبين هو نازل في قلب اليورن يسدد التيوبيولز وبتاع مشاكل طويل عريض. عشان كده العين دول احنا عارفين هم. في بعض البلاد مشهورة مثلا زي اليمن. اللي الجماعة اللي هم السمر السود دول عندهم سيكلنج. او طلال عيان عنده كده تيجي تعمل له سيكلنج تس ده انهم تشكت فيه او في انت فيها سيكلنج ده كتير تحلل او تعرف او في اسرة فيها وراسة نعرف. خلاص عرفنا خلاص اللي عنده اخد بالي قوي انا اعمل له كويس او انتراانستيزيا والاكسوجينيشن بقى كويس جدا وخاف عليه ما يخش في وهكذا اعمل الشراطات انه ما درش يدخله في سيكلنج. خلاص? اتجنب قصة والهيمولوس ازاي? اللي بعد كده كلمة يعني هو تغلط الدم اللي عندنا طبعا احنا جراحة. جراحة يعني بنعمل جروح. جروح وعمليات. يعني عمليات يعني ممكن يحصل دم ونزيف. مفروض العيانين دول بيحصل لهم عندهم بلد بتاعه لو سيبناه لواحد وكده بعد اياتين تلاتة بيحصل بلد يحصل بلد لو هي حاجات ايه? طيب بعض العيانين عندهم مشاكل في القصة ده مش قادر يعمل او البلد ينز دم على طول. ده بلد لوس مالوش لازمة. دي دي بنسبلنا معضلة. ما قادرش اخش العيان انا طبعا انا معتمد انا معي بتاعي ومعي ده كله بيتعامل مع الايه? مع لو فيه فيه بلد فيزل انا شايفه باخر او فيه كده اخده اربطه او اكوي او تعيي اسقط اما لو كن عندك من كده متقدرش تحرقها وتقدرش يعمل فيها حاجة فده لا الوس ده مش يبطل. فالعيين دول بعض الاسباب الشكل كشكل اللي عندهم هموفيليا هو مولود عندك مش موجودين في الدم بتاعه وارس كده ده وراس او بانواع عياني. اللي عند ده لازم ابقى اعرفه الاول من خلال التحديد اللي هي بري اوبر تيب اشخاصه انه عنده هموفيليا ومن خلال الهيستوري ممكن اهل يقوله انه عنده وراسة عنده وخاله فيه بشرف ايه? يبقى انا عارف ان هو ده عنده. واعمل له تحديد طبعا اتأكد. عرفته شخاصة اجهز له الحاجات بتاعته اللي هي اتعوضه. يعني هو عنده نقص مسلا في تمانية. اكون مجهز له تمانية او كذا. ده بيتوفر في بنوك الدم. اه او كده بعض الناس اللي هم عندهم او كده فدول لو حاجة مش كزا هموفيليا او حاجة واضحة قوي الحاجة من بتاعته في عندنا الهالف دي بلازمة دي بتبقى وكده بنصلى حكي. وبعض الناس عندهم مسلا بليتليت هي اللي نقصة اشغل العنين اللي هما وكده دول بي عندهم يعني نقص في ده بكون انا داخل عملية ومجهز له اه برضو اكياس دي اعمل له بحيس ان هو ايه اقفل له المشكلة اللي عنده. ايش ما دانوش يقوز بلاضع الفاضي من الرو اريا او الواند بتاعته. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي الناس كتيرها بتنساها. العيان نفسه ممكن ينساها. اللي هي يعني بعض العينين عارفين يعني هو عارف ان عنده حساسية. يقول لك انا عندي حساسية. واول مسلا ده طفل امه عارف ان عنده حساسية. بس دي يقول لك دول عنده حساسية من ايه يقول لك ما من مضاد الحياة مسلا. او ما يبقاش مفروض اي حد اه يعني اتعرض لموقف حساسية انت احنا كده الدكتور بينبه عليه يقول له خد بالك انت عندك حساسية من مسلا الدول فلاني. ويدول ورقك كده يكتب له فيها ان عنده حساسية من الدول فلاني. حشان مسلا ما ينفعش حاجة اسمها عند حساسية مضاد الحياة مسلا. وعند حساسية من كذا. او عنده حساسية من البنك ده كلام عمويا ما ينفعش. اما في مسلا اه عيان خد مسلا الفلوسان. الفلوسان ده الهلوسان ده اخد بنك. في حاجة اسمها فلوسان ابنية. لأن العين ده ما بيعندوش الانزيمي اللي بيكسر فلوسان ده. فهمو دي الناس بتعتبرها زي الحساسية مسلا. فالمفروض اللي عنده لو حصل للموقف ده بعد ما يخرج بالسلامة بلاي. يا لأ حل معين بيجوله بالدهول ويتصلح القصة دي. بس ده بيكتشف مسلا في اول مرة. مفروض بياخد كده او ورقة يقول له ان انت لو جدت تعمل عملية تانية لابد يتنبه على الدكتور اللي هيقول لك ان عندك كزا. الورقة دي. عشان يعمل حسابك ما يديكش فلوسان ديك حاجة تانية مسلا. اما العين تملي بقى شكت. ده كلام عمومي كده ولا كان عندي مش عارف ايه. فاحنا مفروض بقى دقيقين في القصة دي ونسأل عليها هلا عندي الحساسية دي لازم يكون مكتوبة دوكيومنتد. لو العين مسلا هو عارف فخيره برقة. لو حصل الموقف ده ان انا قديت للعيان علاجه وبتدي الحساس يحصل منه حساسية لابد انا ده بنسباله وتديره ورقة انه عنده حساسية من كزا. عشان الموقف ده من القراش ان الحساسية ممكن تبقى بعض الاوقات فيتك. بالذات لو انا في مكان مش قادر اعدله على طول الحاجات الايه والادرينالين والحاجات دي ممكن يعني يروح فيها خالص. ماشي. فلازم يمكننا ايه سواء العين اسأله كان عارف. ولو في ادوية معينة بدهاله بتتطلب اختبارات حساسية لازم اعملها. اعمل اختبار الحساسية الاولى قبل الدواء. فرضا حصل معي حساسية بالنسبة لو ربنا نجل عيانه قد اتصرف منه ولا بود انا ده. وقدي الورقة العين ده الورقة دي للعيان اقوله كل ما تروح لمكان تاني تكشف او كده. الدكتور اللي قبل ما يكتب لك الدواء تكون معك الورقة الايه? الحساسية دي تنبه له البيهة.